سلامي بزي في سألوني نرجس راني في علاقة لكن كيفاش نعرف اني راني مع الشريكة المناسب من خلال هاد البودكاست نحب نعطيكم واحد النقاط تساعدكم انكم تعرفوا اذا كنتوا في العلاقة المناسبة وخاصة مع الشريكة المناسب لكم قبل ما نتطرق للموضوع تا اليوم نحب نقولكم انه للأسف للأسف الشديد ورغم الموضوعات القيمة والجيدة المطروحة والمتناولة القناة تاعت على يوتيوب راح تحضر وهذا بسبب الانعدام التام لللايكات للتعليقات والتفاعل تاعم المشتركين وهذا رغم المشاهدات تاعم المشتركين وخاصة تاعم الناس الغير مشتركة في القناة نغلق القوص ندخل في صلب الموضوع تاعمل النقاط اللي تساعدك انك تعرف انك مع الشريك المناسب لك النقطة الأولى علاقتكم تكون سالسة يعني كل شي فيها سهل ماشي ما مكينش فيها دي زغيخ بونسي ما تتحركوش على أبسط الحاجات يعني أدواركم تاني تكون مكملة البعض تكونوا على طبيعتكم في هاد العلاقة يكون واحد التوازن يعني تقدر تبكي بدون عقد تقدر تضحك قدام الإنسان هديك تقدر تاكل بلا ما انك تحشم منه ولا تكون على راحتك النقطة التانية الاتصال الفعال يعني الحوار التواصل سواء كان لفضي أو غير لفضي وبهذا نقول انه التواصل الغير لفضي بمعنى انك تحس بالأمان ولو انك جالس مع شخص هدايك شريكك وما قاعدينش تحكوا يعني ما قاعدينش تتكلموا ورغم هذا تحس بالأمان العاطفي معاه أو مثلا شريكك راح وما كلمكش أو ما مدلكش خباره لكن تحس بالأمان العاطفي تاني من خلال الاتصال الفعال ثانية نلقاوا الاستماع للآخر ليس فقط هو يحكي وتقولوا تعقص علي ولا أسرع في الحديث أو ما يهمنيش ولا يعني تستمع له كما قولوا في الأبسكولوجي يقولوا وتاني للأسف هذا الخطأ الكثير من الرجال انه النساء يحكوا وما يحكوا فقط للفضفضة عندهم مرة قريت واحدة الدراسة العلمية تقول انه راجل يتكلم 15 ألف كلمة في النهار على حسب ذكرياتي لكن المرأة تتحدث تستعمل 60 ألف كلمة في اليوم الواحد يعني نسبة كبيرة جدا وفي الأغلب المرأة تحب فقط تحكي مجرد للحديد فقط لكن الرجال يتقلقوا من الحكاية هذه ويقولوا كل موقص فقط وهذا لازم يكونوا الاثنين فهمين نفسيات وشخصيات بعض باش ما يصيرش نزاعات بناتهم النقطة الثالثة الثقة المتبادلة الثقة المتبادلة عن طريق تاني رح تقوى بالمساعدة المتبادلة باحترام خصوصية الآخر مش معناه أنها موكوب لأنه الإنسان معادش عنده خصوصية أو مش معناه أنها متزوجين أنه الإنسان معادش كي نحكي بخصوصية يعني أنها الواحدة عندها الحق أنها تشوف صديقتها أنه الراجل عنده الحقي يفوت له صهرات تعكورات قدم مع أصدقاء وعنده هوايات ووحده ما لازمش يكونوا نهار كامل 24 ساعة إلى 24 ساعة مع بعض النقطة الرابعة تقاسم نفس المعايير الاجتماعية نقطة مهمة جداً كان يحكي لي على الدين كان يحكي لي على الثقافة وإحنا نشوفوها في الواقع ونشوفوها على حسب الدراسة العلمية العلاقات هذه المختلطة كل واحد جاي من بلاد كل واحد جاي من دين كل واحد جاي من ثقافة تلقى نجاح تحم تعالى العلاقة تحم مبني على تقاسم نفس المعايير الاجتماعية رغم اختلافاتهم نفس المعايير الاجتماعية كيف تكون متقاسمة من طرف الشركين يخليك تعرف ومن البداية تعرف وين رايح العلاقة إذا حيبين تنجحوا فقط في العمل وما عندك مش مشاريع أخرى تحبوا غير تعملوا على الاستثمارات المالية فقط أو عندكم مشاريع مثل الزواج إنشاء عائلة تكون عندكم أطفال نقطة الخامسة احترام رأي الآخر ولو ما راكش من رأيه لازم عليك تحترم رأيه صح ما تقسمش معهم رأيه ما كل واحد رأيه ما تحاولش تغير شخصية الآخر وهذا هو اللي رايح هذا هو اللي رايح يقوي ويأغني أكثر وأكثر الحلاقة النقطة الست الوفاء بالوعود وهذا يقويكم أكثر ويقوي ثقتكم بعض يعني كل واحد يكون عنده كلمة سواء للمرة سواء للراجل الوفاء بالوعود راح تقوي العلاقة تعكم أكثر وأكثر النقطة السبعة الجوهر أهم من المظهر طبعا المظهر الخارجي مهم في بداية العلاقة لكن الجوهر راح يكون أهم علاج لأنه هو اللي رايح يكمل معاك للخر لآخر لحظة في هذه العلاقة العلاقة لكن في الأخير نحب نقول لكم أنه كيف تكون مع الشخص المناسب والله 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 راح تعرف ومدقيقة الأولى قلبك راح يحس وراح تعرف وراح يقول لك أنه هذا هو الإنسان ومش واحد أخر وهذا هو الإنسان اللي رايح تحب تكمل معاها حياتك ألو ما تضيعوش وقتكم في التفاهات عيشوا حياتكم مستمتعوا بها سلام